الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلها إذا رأى صاحب الرؤية أنه يعمل شعره كعكة في المنام علامة على التخلص من بعض الاضطرابات التي كانت في حياته والله أعلم حيث يشير عمل الشعر كعكة في المنام علامة على المشاكل التي تأتي إليه بدون قصد منه والله أعلم كذلك يشير عمل الشعر كعكة للفتاة العزباء في المنام لحل مناسب لبعض مشاكلها والله أعلى وأعلم رؤية زيل الحصان في المنام علامة أن الشخص ينزعج من بعض الأمور التي مرت معه فترة طويلة من الوقت والله أعلم يشير رؤية زيل الحصان على مشاكل يعني استغرقت من الواحد فترة طويلة ليشوف شعرك زيل الحصان كما يمكن أن يشير على العلاقات التي تستغرق فترة طويلة من الوقت بغير ملامح واضحة والله عز وجل أعلى وأعلم إذا رأت المرأة المتزوجة أن شعرها منكوش في المنام علامة على مشاكل كثيرة لا تنتهي مع زوجها والله أعلم إذا رأت الفتاة العزباء أن شعرها منكوش في المنام علامة أن هذه الفتاة تعيش في حالة من التوتر والقلق كثيرا والله أعلم إذا رأت المرأة الحامل أن شعرها منكوش في المنام علامة أنها تفكر في كيفية الوضع لها والله عز وجل أعلى وأعلم بينما إذا رأى الرجل أن شعرها منكوش في المنام تكون إشارة على كسرة التفكير في الشغل أو كسرة التفكير في الأموال والعمل والله أعلم رؤية قرص الشعر في المنام علامة على تغيير الأمور للأفضل والله عز وجل أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته